السلام عليكم كده يرين اتمنى كلكم تكونوا بخير والاخير تحشتوني انا بعدها تحشتكم وشكرا لكم بزاف 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 على التجاعة ديالكم بلا بكم من هذا القناة المغريج تجد القدام وتان بغي نشكر الناس جداد معي في القناة وبطابعة الحلافون حتى الناس اللي قدام وتيسجعوني بزاف 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 وبفضلهم باش انا تنزيد القدم وتجاعتهم باش انا تنزيد القدم ويقوموا بتانعطي كم ماكنتو استشجعوني اكيض غيف نفشل وما غير نكمل انا بغي نشكر الابنات بزاف اللي تيكولوني تيساعدوني وتيقولوني دير لين هادي دير لين هادي بغينا هادي صراحة نشكرهم بزاف بزاف حيكا متا تنتلف وما تنعرف شنو غني ندير ولكن انني تقولوني مريم دير لين هادي صراحة تسهل علي الامور تتسهل علي بزاف بزاف انا اتكون احد الفكرة عندي فرصوتي انا مشو تندير الفيديو في هانيشين والناس اللي طلبوا مني المسمن كنوا متقنين انا غنديرو لكم في اقرب وقت اقرب وقت غنديرو لكم ان شاء الله يا رب فاني مغين شكركم مرة اخرى وداب ان شاء الله غندخن دوزول الفيديو دي اليوم الفيديو دي اليوم كما تتلاحظو عندي لكم كيكا دي القدر تقادير او اللي غنديروها على شكل تحلية فرماضا ركما عارفين رماضا دابا تبغيو شي حاجه برده شي حاجه زوينه شي حاجه حلوه او مهم اذا كنتم بحالي انا بدأت تجربني ضروري الحاجه الحلوه في المائلة دي الرمضان او داك الشي داش فكرت انا ننديد لكم كيكا دي القدر تقادير صراحة تجربها اعارة 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 انتم كم تتشوفو معايا او ما نقول لكم شي يعني مهم لما مجربه هاش ضروري خاصها تجربها حيك فعلا شي حاجه لي هي زوينه انا بدأت تعجبني ضروري ضروري ناكلها ضروري نديرها صراحة تجربني تجربني او مهم كما تتلاحظو انا قدرتها لشكل كيكا صغارين فرضيين و اللي ما عنداش ليمول صغار اغا تقدر تديرها في مول كبير كيكا كبيرة واحدة مهم غا ندوزو المقادير وطريقة التحضير ابقوا معايا حتي سري الفيديو يالله بسم الله على بركتي الله عندهم كما تتلاحظو معايا عندي هاد ليمول انا يا صغار عندي اربعة منهم كما قلت لكم ماشي من ضروري تديروا في ليمول صغار تقدروا تديرهم ليمول كبار عندي كاز ديال السكر سنيدة نديروا في كسرونة وغنقابلوا حتيتي وليلي كراميل بقوا تحرقوا فيتي ولي كراميل عندهم من بعد الماء ولي كما كراميل كما تتشوفو ضروري لبنت ما تبقوا وحده فوق العافية ما تخليوش عندكم تلوحوا السكر فوق البطاء وتمشوا وتقول ان قدش يشغلوا لا بقوا وحده وبقوا تحرقوا فيتي وليلي كم كراميل سوف نحاول نوزعوا على ليمول ديالي كلها مول ندير فيه شوية مشي مشكلة كما تلاحظو هاد المول الاخراني ما درتش فيه الكراميل بزاف ولكن را مشي مشكلة انفو غادي ندخلو الفران غادي يطلقتني ذاك الكراميل وغيسيح ليه مع المول عندما كما تتلاحظو را ساهلين بزاف بزاف غزع مديروهم سوف نوزع الكراميل ديالي لها الشكل كما تتلاحظو ودا ثاني وبالنسبة لي وغاد شوية الكراميل ايجي باين شوية زيت زيت تعمر الكاس لفم ديال السكر كما شطور ما عمرتش الكاس ثم عمروه الكمياء دي لا كافية كما قلت لكم وكيني الناس اللي يبغيوا المول كامل او الكراميل بطبيعة الحال كما قلت لكم سوف تكترو شوية السكر سنيده سوف تضعفو الحجم إذا تبقى الثانية كما تلاحظون عندي نسكس سكر سانيدة و 1 الفاني و 2 الحليب وجوج بيضات والتي تريد أن تبقى الريحة البيضة في الكريمة هي الصراحة لا تبقى ولا تضيف 1 معلقة الخل تضيف 1 معلقة الخل لكي يحيد لي هذيك الريحة البيض كما تلاحظو اخذت المولينيكس ديالي وانا نضيف فيها العناصر الحليب والفاني والبيض والسكر ساني ده وبطبعه الحال غا نطحن كل شي في مولينيكس مزيان بتايت نسج مولي العناصر غا نجيب ليمول ديال كما تلاحظو اللي كنت تطرفت وغا ندكلو الخالط ديال الحليب والبيض غا نوزعو على ليمول ديالي كاملين كما تلاحظو انا اخويت الخالط ديالي كامل ده بغا ندوزل طبقه الثالثة اللي ديال الكيكت هي الصراحة سهلة وما فيها الشي مقادير زمن اللي هما صعابين صافي كما تلاحظو غا نحاول نزيد ليمول ديالي نجمعهم في الوسط صافي وها بنسبل هادي الطبقه الثالثة تاية غا نكوب بكل شيف مولينيكس يعني عندي جوج بيضات عندي اه ندرت غير ربع كاس ديال الحليب ربع كاس ديال الساني ده وربع كاس ديال الزيت كما تلاحظو وكاس ديال الفورس و القاكاو مع القاكاو غا ناخد مولينيكس ديالي غا ندير فيها كل شي الزيت الحليب الساني ده و القاكاو وبطبيعة الحال غا نضيف حتى الفاني والخمارة حمراء وحده والبيض جوج بيضات وتاية ما تنسوش لابو تضيفوا لها واحد اللي مع القاديا للخل نضيف واتاية سوف نطحن كل شيف مولينيكس مزيان ونبقى نضيف دقيق تدريجيان حتى تنسجمو لها العناصر كاملين و ديال الساعة نجيبوا ليمول ديالي كما تلاحظو وغا نحاول نضيف فيهم هاد الكيك تاوى شوية بشوية كلها ملعفوا نزيد فيه شوية ديال ندير فيه شوية الخالط باش يجي داك شي متساوي سوف نتمنى كل فيديو واضح كما تلاحظو الكيك ديالي ساهلين ما فيهم شي حاجة زمنية صعيبة وكل واحد يعني ما قادر متواجدة في المنازل يعني اي واحد يقدر يجربهم سافي كما تلاحظو انا سالية الخالط ديالي نحاول نزيد هاد الكيك شوية اللي يوقع سافي دابة غادي نجيب الماء غادي ندير نديرهم في حمام مرين بطبيعة الحال غا نكب الماء في اللاطة ديالي حتى تيوصل لنص ديال اللي يمول ما تعمروش اللاطة بزاف باش ما يطلعش لكم الكيك ديالكم غير شوية غير النص ديال المول اللي يمول سافي واندخلوا بطبيعة الحال الفرح تطيطيبوا لي من بعد ما طابوا انتم كيمة تشوفوا كيمة تيجيوا ها هي حيت تلكم واحدة من المول تاجيف لكن الاشاهة يدة الرائعة انتاج لي ش bekommt الاخرين سوف تأخذوا المول عندكم تتهوزوا لي ليه الموس من جناب لك لكي كانوا اللاصقين يتفقون خلصنا نقلبوهم دافين لتتجليوا هم ش بردو باتتا مساونا فستبادولي من الياه من كيكك بطبيعة حدور الناس compulsكن يجمد بالكايك لذا كانvetوك كراميل معمر shut down لتم حيثكم معها الأخرى نحيث الأولى ثانية هاتي حيثت هاتي ثالثة وانا هنريكم نحيث معكم حتى الكيكة الرابعة انا نحيث معكم الكيكة الرابعة أشعروا حكيات أطلط عليها شوية اه بردات شوية غاتشوفوا يعني غتتحول تكس معايا شوية ولكن مش مشكلة انتم اغيبانا بداوتى يدفعو وتحيثوه ههي انا حيث تلاسة الكيكة عاول لنكحز شوية هذه الكيكة باش تلقى فينا نجيب موس ثاني والكيكة نحاول ندوز عليها الموس من جنب حكراكم عارفين الكيكتي كنت لاصق سوف نجيب الإناء اللي سنقلبها فيه سوف نحاول باش نقلبها سمحوا اليوم جيت نجيب الإناء سوف نقلبها سوف ندردك جديد سوف نقلب حاول نبرك جليد بالموس هكا وهناس نظر التجاوز ليس هو بردات الكريميلي للسق الكريميلي جمد سوف نضر الكريم لك ولكيكة ندرد جليد كراميل تكون سخون وتتقلب بكل سهولة هدو هما الكيك ديولي كما تتلاحظوا تيجي على هذا الشكل تيجي الصراحة كما كتلكم رائعان رائعين عفوا لما ضاقا ولا شكلا هنسوما الطبقة تيجي باينين والكيك تيجي اه رطب ما ناشوفش تيجي الصراحة رائع نتمنى الفيديو دليوم ان الاعجاب ديالكم ولا اعجبكم ما تنساوش تبارتاجوا الفيديو مع الاصديقاء والاحباب ديالكم باش تعمل فائدة للجامع وانتمنى ان شاء الله يعجبوكم وانتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم